سأكون الرئيس بالبرنامج شف يوسف مساعد رئيس شف ديما أجت يعني لأنه خلص يعني هي حبة تشارف معنا ما لأ شف ساعد دايماً بسمعنا كديش متواضع وهلأ بيّن أديك أنت متواضع من اليوم أنا كتب متواضع ديماً متواضع بسوء العكس بس إحنا من اليوم بإننا نوضح الصورة بس إحنا هلأ مش بفقرة تحليل شخصيات إحنا هلأ بفقرة الناس فقرة انتقام يعني فإسمالك على ضيفنا ضيفنا تيمور حبيب بس أقولك أنا بهذه الشخصية هلأ لأنني أنا جالس بمكان يعني مشحون كله طاقة كله طاقة نحن قاعدين بمحلاتكم بالعكس إحنا منتشرف وبأعتقد أنه هذه الروح هي اللي موجودة في برنامجكم ودايماً الواحد بسأل يمكن من صعوبة حتى أي برامج تقديم صعبة لما يكون فيه أكثر من مقدم فبالك برنامج اليوم بدهم يحطوا فيه خبرة مهنية نعم بجد بنحكي قديش كيف ممكن أنتوا في برنامج اليوم تحافظوا على إنصح التعبير الأنا زائد الخبرة لكل شف لتطلعوا بحلقة جيدة ومفيدة نعم يمكن فؤاد وميس بحكم خبرتنا مع بعض أو شغلنا مع بعض إحنا كتير مخدين مع بعض فإحنا مظبوط منمزح ومننكب بس إحنا لما وقت الجد والشغل المظبوط كمان كل واحد عارف دوره عارف كيف يسلم الثاني دوره يعني إحنا كتير مرتحين مع بعض زي ما بقولوا فيه هارميني بيننا كلجنة حكم ولأن اشتغلنا كتير مع بعض كتحكيم على سواء على برنامجنا قبل كانت ستة نكات وهلأ إن شاء الله على برنامج أقوى سفرة يعني نمزح ومنضحك بس وقت الجد إحنا يعني في مهنية في مهنية عالية جدا الناس بدا تعرف شو الفكرة من شو فكرة البرنامج وخصوصا إنه اسم جديد كان الناس متعودين عليكم قبل وعلى مدى عشر سنوات برنامج ستة نكات فالآن انتقلنا لأقوى سفرة شو الفكرة من هذا البرنامج إيش جديد سيكون فيه در أحكي أنا تفضل ماشي در مدير التكرة بالبرنامج هو يعني تغيير كامل يعني ما له أي علاقة بالبرامج المسابقة الطاهي بالسنوات الماضية هذا البرنامج بركز أكثر على العائلات ما في شخص ضد شخص إحنا عم نشوف عائلتين كونين من ثلاث أشخاص من الشاط ممكن نكون اتنين إخوان مع ولدتهم خالات مع بنتهم يعني فيه نوع تاني وروح تاني بالمطبخ فإحنا عم نشوف فريقين كبار بالمطبخ طبعا لسه ما رأي حكيتكم عن مطبخ قديش حلو وقديش أكبر وقديش أحلى وألوان وحتى الفريق العمل يعني الله يعطيه العافية كبير ويعني لو نشوف البرنامج فيه عدد هائل من الناس وعم نشتغل عليه وعم نتعب عليه وإحنا ما زال للآن عم نصور ببرنامج أقوى صفرة وكتير بصراحة متحمسين لرمضان هاي السنة إن شاء الله شف يوسف بالنسبة للأكلات في حدود في نظام في أي تقييد كل طرق الطهي رح تكون متاحة بكل أشكالها الأطباق رح تكون من قارات مختلفة كيف وأنا بسألك هيك كون أنتوا بدأتوا يمكن في تصوير بعض الحلقات لا هو تحديد على نوع الأكلات أو نوع الطبخات ما في تحديد طرق الطبخ هذا منترك لهم إياها في عنا إشي بكل حلقة اسمه أقوى مكون اللي هو هذا سيكرت إنجريديينت لازم يدخلوه بالطبخات اللي كذبت عليك ديما 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 بارح هلأ بنحكيه على الهواء الزكرة لا غير هيك مافي يعني بالعكس إحنا لأنهم زي ما فهمنا وزي ما حكى شيف تيمور إنهم هم ثلاثة بيكونوا بالمطبخ عائلة بالعكس إحنا منتوقع منهم الإبداع أكتر منتوقع منهم الكرياتيفتي منتوقع منهم إنو يطلع منهم شغل أكتر لأنهم ثلاثة فهم فريق عمل بيكون جوا المطبخ فإذا تقسم الشغل بينهم صح بيطلع معهم شغلات خيالية ويمكن إحنا كمان عشان على طول كانوا الناس يطلبوا هذا الأشي كانوا يقولوا لنا طب ليه أنتو بس عم تعملوا مسابقات للسيدات ليه ما يشاركوا الرجال بالمسابقات حلو، فهي أول سنة بنعمل هذا الأشي والجو العائلي قدي حلو، طب إيش قصة أقوى مكونا؟ عادي، يعني الفقرة الأخيرة ممكن تكون منشر منشر غسيل، منشر، يعني عادي هو هيك شكله أنا ما عندي مشكلة، أنا بحكة لا، نحن نأخذ ساعات طويلة بالتصوير الله يعطيكم الصحة فعلا ساعات طويلة، منيج مثلا خلينا نحكي من الأحداش صباحا، منضلنا يعني بارع أشرب الليل خلصوا الله يعطيكم الحفظ، طبعا، كل الاحترام أنا بالليل كان في عندي شوية التزامات التغت، فأنا عصبت يعني وخلص، أخذت موقف الحالي، بس بعد عن كل حدا المهم فأجوا بدهم يحكوا عن أقوى مكونا، هو مكونا سري اللي يبلشوا في الحلقة فهو مفروض يكون بسألونه إحنا إنه أيش مكونا سري كل حدا ببليش يحكي إنه هذا مكونا بيضبط حطه بالفرون، هذا مكونا مثلا الفرش بس قبل ما تكمل، قبل ما تكمل، لا، والله ضروري عشان يفهموا لا، بديش يفهموا، أنا أول ما أقعد على طاول التحكيم بيكون شوية سرحان، أول هيك عشر دقائق بيكون سرحان، شوية؟ شوية؟ لك شوية؟ بعدين بشبك معنا مشغول بالتزامات القلك عندي ارتباطات ليلية أو مسائية إيش سي فأول عشر دقائق بيكون سرحان فأنا حبيت أختبره، إذا سرحان أو لا، حبيت أختبره على الهواء مباشرة إذا كان سرحان اختبرتني، وكانت هي أكبر غلطة، ورح تشوف نتجتها، رح تشوف نتجتها بخلاش عن الهواء وقعت في الفخ؟ وقعت في الفخ؟ وقعت في الفخ؟ لا، وجواب بـ جواب بثقة يعني قولهم أنا المكون لونه أخضر، هو لا يوجد دخل أصلا بأي شيء لون أخضر هلأ، هو سألني، واشوشني، إيش المكون؟ كان المكون مثلاً جبنة، قلت له فول أخضر أنا عم بتخوت عليها، عشان أشوف قديهم صح صح، وهو سأل فيها بالحلقة سكت، وما خليتهم شي يغيروها، يعني إحنا ما أخدناها شي قد نرجع دائماً وإنتم لا، خلوها، بديها تطلع الهواء عشان الناس كمان، يعني لما يتابعوا يعرف إنه ليش إحنا دائماً في شح مونار بين وبين ديمة خاصفهم إنه هي كمان برضو، بشاغب شوي طب، أنا بدي أوقف عند النقطة اللي حكاها الشيف يوسف يوسف على موضوع إنه زاد عدد المشاركين، قبل كنا نشوف مثلان سيدة واحدة بتيجي بطبخ بس لما يصير في عائلة، بصير أولاً مستوى الإنتاج أكبر، بصير مستوى التركيز أكتر، الإخراج، الإعداد وأيضاً إنتوا نفسكم، يعني قديش بدكم تكونوا مركزين على كل فرد موجود هلأ قدام الكاميرا إنه وجودكم بدوا يقدم له الدعم وبرضو التحكيم بصير مش سهل، أكيد، هو مش بس مش سهل كمان المشكلة إنه إحنا صرنا كتار يعني هلأ صار فيه معنا كمان بريزنتر أو مقدم برنامج كمان من وجه له تحية ليه فارس بالإضافة للبردكشن إنه كتير كبير، فمش سهل بس لا لا، مو سهل يعني إحنا عادةً ما كنا نصور برنامج إحنا برنامج لنا بيتوتية خلينا نحكي يعني إحنا لأننا بنبسط فيها، بس فعلاً هلبق هذا برنامج لستوديو غير يعني استوديو فيه كاميرات بشكل كتير كبير، التصوير سيكون على شكل ثري سكستي مش على زاويتين المسافة بين إحنا والمطابخ صارت أبعد، فإحنا صعب شوي نتبع على كل ديتيل، بعدين صار عندك ثلاثة مسؤولين عن كل طبق أو عن كل وصفة، فشوي متعب الموضوع، بس هي الفكرة الرئيسية بالبرنامج الحلوى إنه هو لازم يقسم الأدوار بين العائلة، يعني إحنا بنعطيهم مثلاً خمس دقائق في بداية التحدي، إنه كيف دهم يقسموا الأدوار، مين اللي بدي يكون مسؤول عن الطبخة، مين بدي يروح يجيب الأغراض، ففيه يعني تيمورك، وهون بيبين إذا فيه فعلياً تعاون بين العائلة أو لا إذا حدث معنا هلا شيف، يعني عندهم هواية الطبخ أو المحبة أو التجربة، وعائلة تقريباً متكاملة، كيف بتواصلوا معكم؟ ولهذا الموضوع أنتم خلاص مسكرينه ومختارين كل شيء ندم إختيار العائلات كلهم كم حلقة شيف بتسجلوا باليوم؟ عالتسهيل عالتسهيل قديش أقصى حد؟ حسب مواعيده حسب مواعيده حسب مواعيده طلعاته روحنا عشرة بالليل، نحن اليوم عشرة صبحون طب هلأ هات ندخل بالتفاصيل؟ فؤاد عندك أي سؤال لذلك؟ لا أنا جاي ضيل طب لي شوي يقول طب قاراته ومش قاراته وكذا خصوص خلاص حلأ شيف يوسف، شوفي يعني أعطينا هيك مبراء الكواليس عن تيمور، عن ديمة، مين بستفز أكتر؟ مين مشكل جيمير أكتر؟ مين مسالم؟ قلنا قدش بحبوا بعض يعني بصراحة كبروا بدايت أنا أعرف شيف ديمة وشيف تيمور من عندما رجعت للأردن من 2016، تعرفت عليهم بلسطة المواع هذا الإجابة يعرف أنه الجواب ديبلوماسي لا، أقول لك بصراحة أنا تعرفت علي ديمة 2016، صح حتى بها شاء ما تتركز بعد لا، هناك نقطة مهمة، أنا لا أستطيع أن أقول شيء كثير لأنني جاي معه بالسيارة، لا أريد أن أروحي حالة لشي من هنا، فهو سيدي، لرسلوا سيارات على الباب، إلى كل أمان وحل ذلك، أنا أقول لك، شيف ديمة ربكشونيست، تحب شيء على التكة وكل شيء على المصدرة، تحب وكش تتغل على الوقت، تحب كل شيء على التكة، ترتيب وتنظيم بكل شيء مصدق تيمور؟ العكس تيمور يعني تيمور عادي إحنا مثلاً الكل تبعتنا على الساعة 11 ما بتأخر كتير بتأخر شوي ساعة مساعة بتتذكر قداش كان متحمس بده يصور ثلاث حلقات مبارح آه انتي فكرك راح نقدر نصور ثلاث حلقات إن شاء الله إن شاء الله السؤال المهم يا سيد اعتبرني أنا أجيت متأخر احكي معي على الإنتاجية إنتاجية لا ما شاء الله مين بأخذ مين بأخذ وقت بالشعر والتصبير لا يعني ماشي لك جاهزة على القناة أنا طيب لا بالنسبة لها لا انا خلينا البرنامج راح يكون كتير حلو آه إذا كملنا المراحل 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 إذا كملنا مراحل المراحل رؤية في حاطة استثمار كتير كبير على ما يبدو منها بالإنتاج وبالمطبخ والناس يعني اليوم بعد كلامكم واضح هنا بنا تشوف شيء مختلف على مستوى على مستوى عربي راح أضيف نقطة جميلة إذا بتسمحوا لي بالرغم من طبعا الأوضاع اللي عم نمرأ فيها وأهلنا بقطاع غزة فإحنا برضه يعني مستصعبين إنا نشتغل بإحنا مجالنا لأنه بالأكل بهذه الظروف الصعبة جداً عم بيكون كمان هذا تحدي نفسي لإلنا إنه يعني تعارف كيف رادرين نفهم ديما طبعاً؟ بس بنفس الوقت كمان إحنا كمان خصصنا فقرة بهذا التحدي عن هدر الطعام إنه كيف الواحد بشهر رمضان المبارك خصوصاً بهذه الظروف ما نبالغ في إنه أوكي مزبوط اسمه أقوى سفرة إحنا ما عم نحكي أقوى سفرة بالمكونات الغريبة أو بكميات الأكل رح تتقدم إحنا عم نحكي إنه كيف ممكن يقدموا سفرة بطريقة لطيفة بس بنفس الوقت ماخدين بعين الاعتبار وعملين مخصصين إشي كيف ممكن يستخدموا من بواقع الأكل يطلعوا بوصفات كمان من خلال البرمامج من ضمن البرمامج حلو حلو جد جد برمامج حلو غير جديد فيه روح جديدة تماماً تماماً يعني ما إله دخل بأي برنامج ممكن يشوفوه حتى بديش أنا أرفع الليفل يعني بس بيقولك على مستوى القنالات اللي حوالينا ما عم بحكي على الأوردن عم بحكي على حوالينا التواطن العربي فعلاً البرنامج محطوط فيه تعب كثير كثير كبير لا يا سيدي بدون مجاملة ارفع الليفل وإحنا بالعكس منفتخر بشفاتنا الأردنيين وولاد بلدنا اللي سجلوا أسماء عربية بدون مجاملة مثل حضراتكم وهذا بصراحة ميس بيخليني أروح لأني نطرح فكرة وبحب أسمع رأيكم فيها أنا واحد من الناس اللي بقيس على نفسي وبقول في آخر 15 عام الصناعة أو الطهي في الأردن تقدم بشكل جداً 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 كبير وعوامل مختلفة صحيح واحد من الأسباب أنا وجهة نظري مش عشان أعمل مع رؤيا ولكن أنا بقول رؤيا استثمرت في برامج الطهي من أول سنة عم نحكي على 100% 13 سنة ديما أنت كنت في بدايات ببدايات قديش أنت أثريتي مثلاً هذا المجال قديش كيف شفتي رؤيا منصة وانطلقتي لتكوني أيضاً عربي وقديش كانت رؤيا منصة لناس كتير شجعوا شباب من أجيال اليوم حتى السوشال ميديا كمان واحد من العوامل كلية لاروش كل الاحترام كمان يعني بنقول واحد من العوامل اليوم شبابنا فعلاً حري في الطبخ وإذا بتروحوا على أهم المطاعم أهم الفنادق مش بس في الأردن حتى في المنطقة هم أردنيين نعم يعني يمكن لما بلشنا برؤية حني بكل تواضع يمكن أنا وشف غادة تلي كنا أول سيدتين طلعنا ببرامج طبخ أو بسقمن طبخ في حلقة مباشرة بوجه لها تحية أكيد هي قبلي بالقناة كمان كانت فبعدين صار يعني ترند الطبخ هلأ بالأردن موجود يعني شوف احنا اشتغلنا بالزمن الصعب لما ما كان فيه سوشال ميديا هلأ صار إنه إنك تقدر توصل كثير أسهل فإنت كنت بس أنت وهالشاشة المتابع يا بدي يحبك يا ما بدي يحبك فأتوقع إنه لحد ما إنت يجيب كذرت القالم فيه شغلة مهمة كمان باللي إنت حكيت عنه فؤاد إنه إحنا كانت زمان عنا بالأردن المهنة الطبخ أو الطاهي كمهنة كانت عيب أب العشرين سنة وخمسة وعشرين سنة كانت عنا مرفوضة يعني لبعض العائلات لما يجي لابنهم أو بنتهم تقولهم أنا بدي أدرس بدي أطلع شخص أو طاهي ما فيه تقبل يعني كامل ما فيه كانت هنا هذه التقافي للأسف الشديد بس هلأ من عشر سنين بقدر أقول إنه هذه الفكرة بشكل عام عندنا بالمجتمع تغيرها وإذا بقول لك إنه الأهل بيدزوا بناتهم وأولادهم لأنه يستثمروا فيه تعليمهم لأنه يعرفوا إنه مجال الطاهي الوظائف متوفرة وأيضا الدخل كمان وصار الشف صار فيه إلو مركز في المجتمع من قبل كان فيه إلو قيمته فيه إلو وزنه في المجتمع وزي ما حكيت شوف أملاك الشف تيمور حاليا حمد ما شاء الله يوم يعني ما شاء الله أنا حضي سياته لأطول فيها ملكك بعدين بحس إنها كلياتها زي كنها سايكل أو كيف دي أقول لك يعني مثلا برامج الطبخ كمان أتاحت مجال للي عم بيبينوا الناس اللي عم بيطلعوا بهاي البرامج هم عم بتحمسوا مثلا روح يكملوا بالأكاديمية عم بصير عندنا هاي الحلقة يتخصصوا أكتر يخلوا بتفاصيل بس أنا حبيت برضو فكرة اللي حكاها قبل شوية فؤاد إنه عمل الرجل وبرضو الشيف حكاها عمل الرجل بهذا المجال وأنا متأكدة إنه من خلال هذا البرنامج راح تقدمه في رسائل مهمة لمشاركة الرجل بالمهام سواحين داخلهم هذا ما كنت أتحمس عليها هذا الموسم لأنه فعلا الرجل يعني بعطي نكهة وبعطي شكل وبعطي حماس وبعطي منافس بزيدها بالبرنامج يعني أنتما تشوفي أم وولادها هم ببلش برنامج بنسوا حالهم فببلش تشوفي الأم بتبهدل بولادها كأنهموا بالبيت يعني أم بتبهدل بولادها أنه والله لأورجيب وسروع الدار أدي في أزواج شاركت بالبرنامج تقريبا بكل عيلة وخصوصا هذا برضو بيعكس الوضع الاجتماعي اللي إحنا عايشينه الآن السيدة عاملة والرجل بيعمل فليش ما الرجل برضو يساعد زوجته بأمور البيت وأمور الطبخ فهي رسائل أنا باعتبرها جداً مهمة لمجتمعنا بهذا التطور اللي إحنا عايشينه نحن عم نعيش تطور نفس الوقت هذا التطور يجب أن يكون جوه العائلة حتى الرجل جوه المطبخ حتى الرجل جوه المطبخ لما تشوفيه بكون هو عم بيعمل الطبق إله لحاله يعني هو بكون قاعد بستمتع حتى مرات في ناس بس بنسوا إنهم عم بصوره بزين وبطبخ يعني بس راح المطبخ حلو نكهة في المطبخ بتلاقي الإما عم بتبادئ إنه طلعت الأكل كذا بتلاقي إلا الرجال قاعد وعم بيهندز بصحر سواء عم بعمل صحن الفول ولا الفتة بتلاقيه متخصص فيه كأنه فعلياً عم بعمله بالبيت وهي معظم أزواجنا أو أبهاتنا موجودين بالبيوت دائماً بتشوفي هذا الإشي صح بشهر رمضان في المبارك شف ديما أنا بدي أسألك عن جد يعني فيه هيك ظاهرة شوي غريبة إنه مع احترامي طبعاً لكل التقدير لكل السيدات يعني لسه الأسبوع الجاي يوم يوم المرأة السيدات في البيت يعني فيه سيطرة على المطبخ يعني نفسهم في إعداد الطعام وغيره ولكن في المطاعم في الفنادق الشهيرة وألمع مع خالص التأدير والإحترام ألمع الأسماء أنا عم بصنة قاعد بدي أسألم على أمي قلوها يما صباح خير أمي إنه بنظرك إنه الشبع يعني ألمع الأسماء أكثرها شهرة بتلاقيهم هم رجال بينما في البيوت يعني السيطرة للسيدات شو هالمعادلة غريب يعني أنا أرحز لك سؤال بسيط أوامر مين أسكى أكل الشف تيمور ولا أكل والدتك أنا نفسي أدوء أكله أه دعملك شهرة بتعدد طلبت منه شهرة بتعدد دعملك شهرة بتعدد مهدلني وأنا اللي عرضت أنا اللي عرضت عليه إني أجيب العدسات وهاللمون والجزر والخبر شو ده تعمل دي جي عندي عالبيت أو أمرو دي جي عندي عالبيت قلوه أنا بزورة كذا ونعمل هيك أجعبالي هيك أجعبالي كنت قريب منه بالفحيص وهي وجه الضيف قدام الناس إننا 11 سنة معرفة ما ده أنتش أنا أتكلم بالستوديو المجاور يعني أنت أيوقع تعالي إننا بتشوفنا يا زنمي مش يقول لي أهلا وسهلا لا شوفه بالمختصر إذا بدي أجاوبك فعلياً على هذا السؤال سأقول لك إنه أنا بنظري لأ الطبخ نفس نفس بغض النظر رجل أو إمرأة إذا الواحد طبخ بنفس وبحب وحط كل حبه بهذا الطبق حيطلع معاه إيش كتير صح وفي سبب كمان تاني للنقطة اللي حكيتها برضو فؤاد إنه الفنادق والمطاعم لما أنت تكون شاف تشتغل بفندق أو بمطعم ساعات دوامك جداً طويلة ووقفتك كتير يعني إحنا منوقف 12 13 14 ساعة كل يوم صحيح طب ليش هيك أم تعملوا فيه إيش إذا بس للرجل هذا ليش هم تشغلوني 12 ساعة لا هي هذه واحدة من الأسباب أنت يخترجال الرجل تحمل هذا الحزن فقط على التلفزيون إيش مكان المرأة أكلها زاكي وفي الشفات ليديز مستلمين 5 ستار هوتلز موجود بس هي التضحية خلينا نقول لأنه إحنا شغلنا عبارة عن تضحية بالآخر أنت بالضحية بالعائلة بالضحية بالأصحاب بالأعياد بالمناسبات هذا كله أنت بالمطبخ أنت بالشغل فعشان هيكل تكون الأغلبية خلينا نقول من الرجال البرامج اللي قدمتوها من قبل على مدى السنوات الماضية خلال شهر رمضان وشاركوا فيها ناس أحيانا أو أغلبهم خلينا نقول بيكونوا سيدات بيوت ما عندهم أي كان مثلا فكرة مدبلورة لمشاريع بمواضيع الطبخ ولكن اكتشفوا موهبتهم من خلال البرامج اللي حضرتكم أعطيتوهم مجال بأنهم شاركوا فيها دعم كيف تشوفوا أنه فيه فرق مثلا لسيدات سواء الفائزات أو غير الفائزات بأنهم بلشوا يعملوا مشاريعهم وخلينا نقول برضو يعني وصراحة بصير عند الست ثقة بالنفس بأنه أنا فعلا متمكنة وبقدر أني أأسس لمشروع له علاقة بالأكل شوف أمدي أحكي لك إشي بعيدا عن المجاملة وما تكيفيش تمبستيش كتير تمبستيش كتير شوف يوسف شلوسه بالنص هذا التدبير شوفي حتى لما أبدأ يلدحني حتى لما أبدأ يلدحني أغطاني مقديمة قبل ما يلدحني أنا أمدي أحكي لك إشي يعني ديما بصراحة يعني من الأشخاص اللي ساعدوا أو رفعت أو دعمت من خلال السنوات اللي مرقت سيدات بشكل كتير كبير لأنه إحنا ما كنا نستقضي بسيدات لا ست النكات كانوا سيدات بيوت عاملات حابين يظهروا موهبة عندهم يجوا على البرنامج اللي ما كان إله الحظ إنه يكمل بالبرنامج كانت ديما طبعا بالدعم مع مطبخ رؤية يطلعوا هاي الموهبية ما كان بس يوقفون خلاص وقفت وانك ست ما عليك تعالي إحنا ندعمي كم مرة صراحة هذا أنا الكلام بسمعه مش من باب مجامل إلاها فضل لكثير ناس صراحة إلاها فضل لكثير ناس بس هو فعليا والله أنا يمكن كل اللي شاركوا معنا على مدى السنين كلها ميس بدون مبالغة الحمد لله بتوقع يا عملوا مشاريع يا درسوا كملوا طبخ ما شاء الله يا أما عملوا تواصل من البيت أو مطابخ إنتاجية فعليا شفناها الحمد لله يعني حلو حمد لله رب العالمي لا بتحكي شمليها طيبة يعني حكيت مدحتك مضحي خلا بحكي لك أخر الحلقة لا يعني صراحة هم كثير تنازل طلعي مضغط بحكي شاند عمي شيف يوسف ربنا يعينك على باقي الحلقات اللي هادة واحن فاهمين اليوم قديش وجودك نزاما يعني واستثمار رؤيا كل هالفلوس نحطت يعني بين إديك هذا موسم شيف يعني عطنا اللقب جديد دكتور زمينا. صار الآن الدكتور يوسف. أنت الرئيس؟ هو الدكتور؟ دكتور إيش؟ هو دكتور يعني لسه يعني فيه تفاصيل أكثر أنه بلد يشدخل في الخلايا. يعني كثير بيحكم. كثير بيحكم بطريقة يعني أكيد. كثير ضخيقة. لأنه ما شاء الله خبرة وبعض من الدراسة الأكاديمية بيكون في إلها دور كثير كبير. نقدر نقول بس إيش الجائزة إذا فيه مجال نعلن عن الجائزة مالية. وفيه فريق واحد هو اللي راح يروح. حلوين كثير. إحنا فعلا يعني يبدو أقوى سفرة وأقوى موسم. إن شاء الله. وزي ما نجحته خلال العشر سنوات مع رؤية يعني اليوم كمان التغيير حلو على فكرة. حلو ومفيد. نشتغلهم بشهر فضيلة. ما بطلعوا أنتم ماخدين أعطيها. خلاص إحنا أحد بليش عطلتكم الصيف. الأسبوع القادم هي الحلقة الأفيرة. إحنا خلاص يعني بعد الحلقة الجاي منعمل بلوك لبعض. تنتهي العلاقة شهر كامل بعد الحلقة. إحنا نشتغلهم عمين بلوك لبعض. مش علاقة لزنالي بخلال الفترة هاي. أنا ناوي من هلأ أعمل بلوك لبعض. فؤاد إحنا عمين بلوك عم نشتغل ماما. إحنا مضطرين يعني فيه. لا بس أقولكم هلأ بعيدا عن المزيح. هم فعليا كيفما بتقول هدول جماعتي. يعني أنا هدول الناس. نحن نحن مع بعض. منقدر دائما ننجح بالرغم من كل الظروف الصعبة اللي عم نمرأ فيها أثناء التصوير. أنا أشعر الهم والحمل والحمد لله. يعني الحمد لله. الله يأويك تيمور. إحنا وقتنا انتهى شاكرين جدا حضوركم اليوم. يعني يوم جمعة وإنتوا في ظروف تصوير. ونتمنى النجاح لأبوى سفراء. الإطلال الجديد. الشكل الجديد. والأهم الأسلوب الجديد اليوم. في تقديم البرامج الطهي اللي أشركتوا فيهم العائلات. وإن شاء الله النجاح فالكم. ومرة تانية أهلا وسهلا. ومن الآن رمضان كريم. رمضان كريم. شكرا. شكرا. أنا من زمان كان نفسي أطلع على حلوة الدنيا وتحقق حلوة. ولا تخليها بنفسك. ولا تخليها بنفسك. إذا بدأت أخوض عني. أهلا. أعطيكم العافية. شكرا. 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 بالانتظار لبرنامج أقوى صفرة خلال شهر رمضان. نالكريم.